السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتم تقويم تشخيصي الخاص بمكون النشاط العلمي لمستوى الثالث ابتدائي إذن سنبدأ بالسؤال السادس والاتمرين السادس أربط بخطين كل مفصلين بإسمي إذن لدينا شخص وكان لدينا دوائر باللون أزرق إذن للاحظوا في الرسم هذه الدوائر فهما تشير إلى مجموعة من المفاصيل اللي كان في الجسم ديال الإنسان وعدنا مقترحات مفصل الرقبة مفصل الكوع مفصل المرفق ومفصل الكاحل إذن المطلوب مننا أننا نحدو كل مفصل يعني بالإسم دياله إذن إلى لحظة فهما يفصل الرقبة إذن كان فعلا مستوى الرقبة مفصل الكوع إذن فعلا يعني على مستوى اليد عدنا مفصل المرفق إذن إلا لحظة الإشارة إذن بالنسبة ليد يعني تتجي نحو الخلف وعدنا مفصل الكاحل إذن كاين على مستوى القدم ديال الإنسان إذن نمره السؤال الثاني أكتبو نوع حركة ذراع المتسابق إذن الاقتراحات عدنا دواران وعدنا بسط وعدنا ثاني إذن كنعرفوا بأن الدراج في الحالة الأولى عدنا الإشارة اليد للاحظتوا هناك ثاني على مستوى مفصل المرفق إذا شفتوا ركين ثاني على مستوى مفصل المرفق وبالنسبة الحالة الثانية هنا عدنا بسط إذن عدنا حالة بسط بالنسبة للدراج الثاني إذن الحالة الثانية والبطاقة الثانية سنكتبو فيها بسط إذن الثاني وبسط سنمر الآن للسؤال الثامن المطلوب مننا أن نرتب العبارات التالية من 1 إلى 3 ونعيد كتابتها في الأسفل إذن عدنا مجموعة من العبارات المطلوب مننا أن نقوم بتقيمها يعني شنو هو رقم 1 رقم 2 رقم 3 ومن بعد سنكتبها على شكل جملة تامة بطبيعة الحال بعد ما رتبناها عدنا العبارة الأولى وأمارس تمارينا رياضيتان العبارة الثانية لأحافظ على صحة مفاصلي والعبارة الثالثة عدنا أتناول غذاء متوازنا إذن رقم 1 هي لأحافظ على صحة مفاصلي هنا سنبدأ الجملة دينا باش نحافظ على الصحة دي المفاصل دينا شنو خصنا نديره ثانيا أتناول غذاء متوازنا يعني أول حاجة هو بعدها خصنا ناكل مزيان نزود المفاصل ديالي ونزود الجسم ديالي بصفة عامة بالأشياء المفيدة اللي كيحتاجها وعاد من نسوش الحركة اللي هنا المقصود بها الرياضة أمارس تمارينا رياضية ونكتب الجملة دينا لأحافظ على صحة مفاصلي أتناول غذاء متوازنا وأمارس تمارينا رياضية غنمروا الآن السؤال التاسع المطلوب منا أن نرتب الوجبات ثم نسمي كل وجبة إذن ترتيب دي الوجبات عندنا الشاي والخبز والجبن إذن أكيد الفطور التاجين إذن فأكيد يشير إلى وجبة الغذاء وعندنا الطفلة يعني تتناول ماكرونة مع طماطم وعندنا التفاحة كأسماء القليل من الخبز هذه إشارة لأن الطفلة هي بصادة تتناول وجبة العاشاء إذن هذا هو الترتيب دي الوجبات مع تسمية كل وجبة سؤال رقم عشر أولوين الأدراس بالأصفر والقواطع بالأخضر والأنياب بالأحمر ثم أكمل ولا أكمل الجدول عندنا عدد الأدراس عدد القواطع عدد الأنياب إذن هنا عندنا الفك العلوي والسفلي دي الإنسان إذن لحتوه بالنسبة للأدراس بحل فيهم ديك العلامة X إذن هدوك هما الأدراس عندنا مباشرة بعد الأدراس كاللقاو الناب الأنياب وكيكون عنا ناب في الجهة في كل الجهة كيكون ناب يعني كيكون جوج على جوج في الفك السفلي والفك العلوي إذن بصفة عامة غادي نحاول أنني نبينهم لكم يعني بالألوان اللي مطلوبين لنا بالنسبة للسؤال إلى لاحظة الأصفر إذن الأصفر أنا شرت على ثلاثة ديال الأدراس ثلاثة في هات الجهة الجهة اليومنى اليسرى وبالنسبة لكل فك إذن العدد ديالهم عندنا 6 بالنسبة لكل فك إذن 6 في جوج إذن عدد الأدراس غايكون 6 في 2 بالنسبة للقواطع إذن القواطع هم هذوك ربعات الأسنان الأمامية إذن درتهم باللون الأخضر عدنا ربعة في الفك العلوي وعدنا ربعة في الفك السفلي إذن 4-4 وبالنسبة إذن الأنياب الأنياب عدنا ناب يعني ما بين القواطع والرس لأنه قد كان واحد النوع دية izations ما كان إشارة لهم في هذه الفك هم الطواحين إذن محتلب้نش منهم الطواحين إذن قد كان واحد النوعة للأدراس واحد النوع دية الأسنان عرفه ما بين الأدراس والقواطع يتسمى طواحين إذن أنياب جوج الفوق جوج لتحت جوج القواطع عدنا 4 في الفك العلوي 4 في الفك السفلي إذن 4 في جوج 8 total وبنسبة الأدراس عدنا 6-6 إذن total هو 12 غادي نمرو الآن السؤال رقم 11 أحدد اسم ودور كل سن إذن عدنا الجوج دي الأسنان يعني مرسومين إحنا غادي نحدو بعدشنا هو يعني الاسم دي الكل السن إذن بالنسبة لنا إذن في اليمين إذن عدنا درس كيكون عندو حد قاعدة كبيرة يعني كيكون معنى مختلف بالنسبة لاباقي الأسنان إذن الدور ديال الدرس إذن الدور دياله هو طحن الطعام إذن فاشكا ناخدو متلا للوح شوية الخبز كنقطعوه بالقاطعة اللي هي الرسم الثاني اللي الدور ديالها هو تقطع الطعام إذن هذه القاطعة الدور دياله هو أن تقطع دياله الطعام متلا كنناخدو القطعة دي الخمز كنقطع واحد طريف باش نقطعه بالقواطع وكيتم الطحن ديالو ايضا على مستوى الطواحل ومستوى الدراس باش يولي ايضا هاديك اللقمة السائغة يعني كيولي رطاب وكيكون يعني يسهولو بتلاعو او بلعو ايضا ومبعد كيتاخذ المسار ديالو نحو المعيدة غادي نمرو الان ان شاء الله للسؤال رقم اثنى عشر اذا كنظن هذا هو السؤال الاخير اكتب اوافق او لا اوافق امام كل عبارة اغسل اسناني بالفرشات والسانون اذا السانون هو المقصد به هو هذا كل المادة اللي كان غسل بها الاسنان ديالا اذا انا اوافق لانه كان عرفو بان اغسل الاسنان اذا مهم بعد كل وجبة يعني الحفاظ على سلامتها اكثر من ثناول الحلويات لا اوافق انا مدونة نظيف في اسناني لا اوافق ازور الطبيب عندما احس بألم في اسناني اذا بطبيعة الحال اوافق اذا الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله